الرئيس السيسي يهنأ كيري ستارمر بمناسبة حصول حزب العمال على الأغلبية في الانتخابات وتكليفه بتولي رئاسة الحكومة البريطانية مجلس مناء الحوار الوطني يتابع غدا تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته ويطلق مرحلة جديدة عاجلة من الحوار وبوتين يطالب بانسحاب القوات الأوكرانية من المناطق التي تطالب بها موسكو من أجل إنهاء الحرب تحية مشاهدين الكرام التاسع مساء في القاهرة السادسة بتوقيت جرانوتش ساعة إخبارية جديدة تأتيكم عبر شاشة اكستر نيوز مرحبا بكم من القاهرة بدايتها دائما مع الزميلة طاهر ليك يا لأ شكرا رغدا وأهلا بكم مشاهدين تقدم رئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى كيري ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة بمناسبة حصول حزب العمال على الأغلبية في الانتخابات وتكليفه بتولي رئاسة الحكومة البريطانية وفي تدوينة له على صفحته رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تمنى رئيس السيسي التوفيق والنجاح لرئيس وزراء بريطانيا الجديد مؤكدا التطلع لاستمرار التعاون بين البلدين بما يعكس العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين والعمل المشترك الذي يجمعهما من أجل تحقيق التنمية والاستقرار على المستويين الدولي والإقليمي إلى ذلك هنا الرئيس عبدالفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446 وفي برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفرات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية أعرب الرئيس السيسي عن أصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة بدء العام الهجري الجديد داعينا الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير والزهار تتحقق فيه الأمال والطموحات في غد مشرق ومستقبل أفضل لمصر العزيزة ولشعبها العظيم بعث الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية ببرقية تهنئة إلى رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة العام الهجري الجديد كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس الإركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة لرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد وفي إطار مبادرات كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية قامت وزارة الداخلية بتوزيع مساعدات عينية على أهل المناطق الحضارية الجديدة وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي للوزارة استمرارا للدعم والرعاية التي تقدمها وزارة الداخلية لأهالي المناطق الحضارية الجديدة وجهت الوزارة مأموريات إلى هذه المناطق على مستوى الجمهورية لتوزيع مساعدات عينية على قاتنيها بهدف تخفيف العباء عنهم الله يبارك للرئيس يعني نشاننا من مكان لمكان أفضل ومش نسينا في صراحة في الكاراتين وفي اللحمة والحاجات دي كلها أنا بتكلم بحس المدينة كلها هو مستيبنا كل حاجة بيدها لنا في صراحة كل سنة هو طيب الرئيس ومفتكرنا في أي مناسبة وجاينا لحد عندنا يبيدينا كاراتين يشكر فتر ألف خير كل سنة هو انت تاب يا ريس تشكر ان انت مش نسينا وفكرنا في المحروس خفتح يا مصر تضمنت المساعدات مواد غذائية متنوعة قدمت للأهالي واسط إشادة منهم بالدور الاجتماعي والإنساني لوزارة الداخلية التي تتواجد دائما مع الأهالي وعلى مدار العام وتقدم لهم كافة أشكال الدعم والمساندة أنا بشكر سياسة الرئيس على المبادرة اللي هو عاملهن كل سنة هو طيب ودايما مش نسينا نشكر الرئيس على إنجازاته اللي عاملها كلها في البلد مفرلنا كل حاجة والحياة كريمة وفتكر خيره كل سنة وحضرته طيب المدارس جنبنا الجامع الصحة فبنجكم سياسة الرئيس طبعا مصر الكبيرة في كل ود وكل عاص والكل عارف إن مصر طول عمره أصل الحكاة تعطي وزارة الداخلية من خلال هذه المساعدات اهتماما خاصة لأهالي المناطق الحضرية الجديدة منذ أن وفرت لهم الدولة سكن وحياة كريمة فتعمل دائما على توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم بصفة دورية في إطار توجه الدولة نحو توفير مظلة من الحماية الاجتماعية للمواطنين شعبي وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد حبك عنينا يا بلدي فرد وهنبقى جنبك للنهاية شكرا يا رئيس على الهداية الجميلة ديت وكل سنوة أنت حضرات طيب على طول فكيرنا أنا فرحانة يا سيابة الرئيس بالهداية دي عشان إحنا محتاجينها وإنت مستيبنا ووقف معنا حضرتك حاسس بنا وبالظروف اللي إحنا فيها والحمد للإن أنت فكرنا على طول في كل مناسبة في جنة كما تم توزيع كبونات على قاتل المناطق الحضرية الجديدة تتضمن قيمة مالية محددة تتيح للمستفيدين شراء احتياجاتهم من السلع من خلال منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية كأحد أشكال الدعم المقدم لأهالي هذه المناطق شكرا على البونات يا رئيس وجبنا بقى حاجات سكر ورز ومكارونة وجبنا وربنا يخليك لنا يا رئيس شكرا يا رئيس على البونات وعلى المساعدة بتحتك للمس الغلابة شكرا لي نشكر الرئيس على البونات اللي هو دعنا وقال في شكرا رئيس كورسانة طيب وتملي فاكرنا كده وطحية مصر انطلاقا من الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية يأتي الحرص على مساعدة أهالي المناطق الحضرية الجديدة لتخفيف الأعباء عنهم وتوفير حياة كريمة لهم لو تحترين بتلاقينا دايما لنا شرطة وشعر تفقد وزير الأوقاف أسامة الأزهري مستشفى الدعاء بمصر الجديدة في أولى جولاته التفقدية وذلك من أجل الاطمئنان على صحة المرضى بالمستشفى وفي إطار الاهتمام بالجانب الاجتماعي والرعاية الصحية للأئمة والدعاء وجميع العاملين بالأوقاف وخلال الزيارة استمع وزير الأوقاف إلى شرح تفصيلي من الدكتورة مها عقل رئيس مرلس الإدارة عن المستشفى والخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى لجميع منتسب وزارة الأوقاف من الأئمة والعاملين بها وللمترددين عليها أيضا من غير أبناء الوزارة وقام وزير الأوقاف بتفقد وحدة المستشفى وزيارة عدد من المرضى موجها شكرا لجميع العاملين بالمستشفى مطالبا لهم ببدل المزيد من الجهد للارتقاء بالخدمات الصحية والطبية المقدمة للمرضى بمستشفى الدعاء يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا غدا لكي يعاود طرح تساؤلاته على الحكومة فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة هذا وصرح ضيا رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأن اجتماع مجلس الأمناء سيكون منوطا به على وجه عاجل المتابعة مع الحكومة الجديدة لتطبيق الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة المنصرفة وخاصة في ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لها ولتحمصه المعلن والمستمر لتعاون مع الحوار الوطني وكذلك فسيضع مجلس الأمناء كما سبق له وقرر الترتيبات العاجلة لاستكمال مناقشة الموضوعات التي لم تناقش خلال المراحل السابقة من الحوار يطرح الحوار الوطني تساؤلات على الحكومة الجديدة وتنسيق معها فيما تم تنفيذه من توصيات لتحقيق تحسن ملموس في مختلف جوانب الحياة بدءا من الاقتصاد وصولا إلى الخدمات العامة المزيد في العرض التالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المعنيين بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سجل بناء السلام الشامل والدائم في السودان عبر حوار وطني سوداني سوداني يتأسس على رؤية سودانية خالصة تأتي استضافة مصر للمؤتمر انطلاقا من ايمان مصر الراسخ بأن النزاع الرهنة في السودان هو قضية سودانية بالاساس وان اي عملية سياسية مستقبلية ينبغي ان تشمل كافة الاطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية وفي اطار احترام مبادئ سيادة السودان ووحدة وسلامة اراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على الدولة ومؤسساتها يؤدي طلاب الثانوية العامة غدا امتحان الكيمياء لشعبة العلمية والجغرافيا لشعبة الأدبية المزيد مع زميلة آية عبد الرحمن تحياتي لحضراتكم يؤدي طلاب الثانوية العامة غدا السبت امتحان مادة الكيمياء الشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية ويتضمن الامتحان نحو 46 سؤال في كل مادة واكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية ان الاسئلة ستكون متدرجة وايضا مدرجة من حيث الصعوبة ويتم فرز مستويات الطلاب المختلفة وتقييس ايضا نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسي للمزيد من التفاصيل ينضم الينا معنا عبر الهاتف الدكتور محمد عبداللطيف وهو وزير التربية والتعليم معي الوزير اهلا وسهلا بحضرتك في البداية اهلا وسهلا بحضرتك يا فنزم ما هي الاستعدادات الخاصة بالوزارة لامتحانات الثانوية العامة غدا ان شاء الله طبعا يا فنزم ده الموضوع وانا عارف ان تجربة السنوية العامة تكتوبها صعبة جدا بس بصي اي انا بقالي اكتر من 25 سنة مع الاولاد في المدرجة يمكن انا تجربتي مختلفة شوية لانها تجربة عملية فانا اكتر واحد بتدعي وحاسس بحلة الضغط اللي فيها اولادنا في السنوية العامة وحتى الضغط على المدرفين لانها حالة عامة لكن دي حالة هنشتغل عليها في المستقبل من خلال استراتيجيات عصرية في مستقبل التعليم وانا اعملها طبعا الا بحوار مجتمعي يكون في جميع اطراف العملية التعليمية موجودين المدرس والطالب وولا الامر والدولة طبعا لكن اللي املكو دلوقتي ان اقول لأولادنا عام ان مش مهم النتيجة المهم الاجتهاد انك تذاكر وتذاكري وتعملوا اللي عليكو ودي اهم حاجة النتيجة بقى قد بتاعت ربي وان الله لا يريع اجرى من احسن اعمل صحيح وعلى المستوى الاداري انا بتابع مع كل الكمترولات والعملين بغرفة العمليات الرئيسية لحظة لحظة الانتحانات ولو فيه مشاكل هنحن لها ان شاء الله فورا والحقيقة بنتهز الفرصة ان انا اشكر معالي الدكتور رضا حجازي على المجبوض المفلول لان الحقيقة هو يعني دكتور عظيم ورجل عظيم وبشكر كل زملاء المدرسين في مدارس مصر المختلف على اكتهادهم وتعبهم حياة الناس تفعب جدا 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 ودايما ودايما انا منحاذ لعنص الأساس بالعملات العلمية والأولاية الأمر ان كل اب وام لا يتمنوا حاجة غير ان اولادنا يوفقهم ربنا ان شاء الله وانا قب طبعا وانا ما اقول وانا بقالي 25 سنة عارف كويس قوي مشاكل اولاية الأمور والطلبة والترسين فانا حياتي كلها ده وفوبيا السنوية العامة حضرتك اكيد يعني عارفها كويس قويس في مجتمعنا المصري طبعا طبعا بس حيث بقالي 25 سنة عايش ده بنت شغل استعفت الصبح وارجع شغل استعفت سبعة ثمانية في الديل ليس في حياتي لمدة 25 سنة حاجة غير التعليم حياتي كلها في المنطقة الزم كافية في تعبط طلبة للمناج وفهم كل سنة والتغيرات النفسية والالتبعية اللي بتحصل وارجع ان الخمسة وعشرين سنة اللي فاتوا دول يكونوا يعني هم الخبرة اللي هابني عليها ان شاء الله تجربتي كوزير طيب ده خليني يعني اسمحلي معالي الوزير يعني اسأل حضرتك ازاي تبعت ورأيك فيما اثيرة من لغط حول سيرة حضرتك الذاتية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والله الموضوع ده سيبص يا حضرتك انا من عشر اتناشرة سنة كده كان عندي اهتمام قوي جدا بالتعليم الانلاين وياللي بيحصل والتعليم المدمج البلندد ليرني وياللي بيحصل في العالم التغير الكبير في التعليم والتعليم بقاله زمن 200-300 سنة ما تغيرش الشكل اللي هو كان قايم عليه ببتدى يحصل التغيرات في الوقت ده لما ببتدى يحصل ده انا العيه روحت سافرت في امريكا واخدت دورات تبريبية كتير في جامعات زي هارفورد وزي زورج ميسل وزي كزا جامعة قارية وبعدين من ضمن التجربة لقيت ان في حاجة اسمها جامعات اونلاين كان لسه الامر ده جديد جدا في التوقيت ده فالحياء عملت بتاع في الجامعة اونلاين ما كانش عندي اي هدف لانا عايز اشتغل بيها ولا عايز اروح ادرس في الجامعة ولا اي حاجة خالص انا بشتغل في شغلي ومش محتاجها في اي حاجة خالص من عشرة اتناشرة فعملت في جامعة اونلاين وعملت فيها الدراسات عشان اتعلم ايه تجربة التعليم اونلاين ازاي هفهم ازاي مش هفهم عشان اعرف ان التجربة ديه لولاد وانا عندي ولاد متراجين من اكبر جامعات في العالم وعندي ولاد يعني بقى لقى 20 سنة بخرج ادياء موضوع موضوع يعني مش هو يعني يعني حضرتك نقدر نقول اه اه يعني شغفك مش عشان اخد الدكتوراه بقى انت يعني حضرتك تتطلع في التعليم اونلاين اطلع انا انا هعمل بيها انا كنت هاخد انا اعيز ادرس انا اترق هي هي الفئة تتطلع لي بعض المعلومات والنوعية الجديدة للتعليم طيب بما ان حضرتك واخد دورات كتيرة يعني في موضوع التعليم المدمك وايضا التطور الخاص بالتعليم الجديد يعني هل ده يتم ربطه بالتعليم الفترة اللي جاية وملف التعليم ويعني الوزارة في تطوير الاداء طبعا يا فندم احنا عندنا اربع محاول اساسية يعني نشتغل عليها فورا قبل العمل الدراسي القادم عندنا مشكلة في الكسافة مشكلة في ناس المدارسين شوية عندنا مشكلة في السنوية العامة وشكل السنوية العامة طبعا من كلام هيك عرفها طبعا وعم عندنا محور ان الطلبة ان ترجع الطلبة تعمل في ستاكل اكبر وتهتم بتعليمنا وتحب المدرسة اللي هي موجودة فيها وتنتمئ اليه تعليم التكنولوجي برضو هيكون موجود يعني طبعا يا فندم تعليم التكنولوجي احنا إن شاء الله وتعليم تكنولوجي موجوده فيه مجهود سابق من الدكتور طريق شوقي ومجهود من الدكتور دولحد عجازي في هذا الامر والحقيقة هم حطوا مقبوط كويس وإحنا نكمل عمل إن شاء الله بإذن الله دكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم شكرا جزيلا لحضرتك على ساعة صدرك وأيضا كل هذه التفاصيل المهمة شكرا جزيلا لحضرتك على ساعة صدرك وزير التربية حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من أن نقص الوقود يشكل خطرا كارثيا على النظام الصحي في غزة الذي أنهكته الحرب الدائرة منذ نحو تسعة أشهر هذا وقال أدهانوم من القطاع الصحي وحده في غزة يحتاج إلى ثمانين الف لتر يوميا ما يجبر الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والشركاء لها على اتخاذ خيارات مستحيلة وشدد أدهانوم على الحاجة إلى الوقود لتجنب وقف الخدمة الصحية تماما داخل القطاع أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إذا أوامر جيش الاحتلال الإسرائيلية بإخلاء المدنيين من محافظة خان يونسا جنوب قطاع غزة وتأثر نحو مائتين وخمسين ألف فلسطينية بأوامر الإخلاء وأكد الاتحاد الأوروبي أن أوامر الإخلاء هذه تهدد أيضا مرضى مستشفى غزة الأوروبية إحدى المستشفيات القليلة المتبقية والتي تعمل بشكل جزئي في جنوب القطاع مضيفة أن قرار الإخلاء سيؤدي إلى تفاقم الاكتظاظ ويسبب نقصا حادا في المستشفيات المتبقية المكتفضة بالفعل وستخلق أزمة إنسانية في خضم الأزمة وتؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل إلى ذلك استشهد العديد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته على مناطق متفرقة من قطاع غزة مع دخول العضوان على القطاع إلى يومه الثالث والسبعين بعد المائتين هذا وانتشلت تواقم الإسعاف والإنقاذ جثمين أربعة شهداء والعديد من الإصابات جراء قصف طيران الاحتلال لمنزل في حي الدرج شرق مدينة غزة كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق حي الشجاعية شرق مدينة غزة وسط إطلاق نار كثيف كما انتشلت تواقم الإسعاف والإنقاذ جثمين خمسة شهداء في بلدة جباليا شمال القطاع كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة النصر شمال شرق مدينة رفاح بتزامني مع توغل لإليات الاحتلال في أطراف منطقة النصر شرق المدينة استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب أخرون خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي الجديد على مدينة جنين الذي استمر أربع ساعات وأفدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية بأن تواقمها تعاملت مع إصابتين خطيرتين قرب مستشفى ابن سينة إحدهما لشاب أصيب برصاص الاحتلال في الرقبة وجرى نقلهما إلى المستشفى كانت قوات خاصة من جيش الاحتلال قد اقتحمت المدينة وحاصرت المنازل في حي حرش السعادة غرب المدينة قبل أن تقتحم آليات الاحتلال العسكرية المدينة من شرعي حيفا والنصر من سياسة الأرض المحروقة إلى حرب العبادة الجماعية وجد الفلسطينيون في غزة وضفات الغربية المختلة أنفسهم محصرين في واحدة من أبشع الاستراتيجيات العسكرية التي تضرب بكافة القوانين الدولية والإنسانية عرض الحائد ففي الوقت الذي تصرخ فيه غزة ألمان تعاني الضفة الغربية من وحشية مفرطة استعرت بعد السبع من أكتوبر الماضي والتي تمثلت في تصاعد حدة عنف قوة الاختلال والمستوطنين على حد سوى ضد الفلسطينيين ففي جريمة جديدة لقوة الاختلال على مدن الضفة استشهد وأصيب عدة فلسطينيين خلال اقتخام قوة الاختلال مدينة جنين حيث قصف الطائرات الاختلال المسيرة مجموعة من الشبان قرب دور العودة في مخيم جنين فيما اقتحمت ألية الاختلال العسكرية المتينة وانشر قناصة على أسطح المنازل القصف الإسرائيلي داخل جنين أدى أيضا إلى انقطاع طيار الكهربائي في بعض المناطق نتيجة استهداف قوة الاحتلال مخاول الكهرباء بالرصاص جاء ذلك بعد إطلاق مستوطنين مسلحين يرتدون زي قوة الاحتلال الرصاص الحي على منازل الفلسطينيين وهجموا خيامهم واعتدوا على من فيها من نساء وأطفال في بلد الدورة وقرية بيرين في الخليل الاعتداءة الأخيرة على الفلسطينيين بالضفة الغربية تأتي في ظل توصل اقتحامات قوة الاحتلال لجميع مدن الضفة الغربية بصورة يومية يرافقها عملية تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الوسعة في منازل الفلسطينيين فيما يصعد المستوطنون من هجماتهم على ممتلكات الفلسطينيين في مخاولة لتهجيرهم قصرا من أراضيهم والاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني أصيب خمسة فلسطينيين بينهم سيدة بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتومور شمال الخليل واقتحمت قوات الاحتلال البلدة وأطلقت الرصاص الحي صوب الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة سيدة بشضايا في يدها وأربعة شبان في أطرافهم السفلية نقلوا على إثرها إلى المشفى بالإضافة لإصابة العشرات بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام ويجري علاجهم ميدانيا أعلن القصر الملكي تعين كيرستارم رسميا رئيسا للوزراء في بريطانيا وكلف الملك شارلز الثالث زعيم حزب العمال البريطانية بتشكيل حكومة بريطانية جديدة جاء ذلك بعد أن قال استارمر إن بريطانيا صوتت لصالح التغيير وإن الوقت حان لأن يفي حزبه بوعده وحقق حزب العمال البريطاني انتصارا ساحقا في الانتخابات التشريعية لينهي بذلك أربع عشرة عاما متتالية من حكم المحافظين حسب ما أظهر الاستطلاع لأراء المقترعين هذا وبدأ كيرستارمر مسيرته السياسية في عام 2003 وتدرج بعدها في مسؤولية عدة من محام بمجال حقوق الإنسان إلى مدع عام للدولة المزيد عن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض في هذا الأرض اشتركوا في القناة وفي أول تصريحات له بعد تكليف رسميا بتشكيل الحكومة البريطانية الجديدة قال رئيس الوزراء البريطاني كيرستارمر إن حكومته ستعمل منذ اليوم الأول على التجديد وإعادة بناء المملكة المتحدة وفي خطبه الذي ألقاه من مقار الحكومة في داونينج سريت أوضح استارمر أن الشعب البريطاني صوت من أجل التغيير وعودة حزب العمال للحكمة مؤكدا أنهم سيعملون على إعادة بناء البنية التحتية في البلاد موسيقى موسيقى وقبيل تقديم استقالته لملك بريطانيا كان ريشيس هناك رئيس الوزراء البريطاني المستقيل قد قدم اعتداره عن الخسارة في الانتخابات العامة أود أن أقول أولا وقبل كل شيء إنني أعرب عن أسفي للشعب البريطاني لقد أرسلتم رسالة واضحة وهي أن حكومة المملكة المتحدة يجب أن تتغير صوت الشعب هو الحكم الوحيد المهم لقد سمعت غضبك خيبة أملك وأتحمل مسئولية هذه الخسارة أمام جميع المرشحين المحافظين أنا آسف لأننا لم نتمكن من تقديم ما تستحقه جهودكم سأتنحى عن منصبي كزعيم للحزب ومن المهم أن يتم إعادة بناء حزب المحافظين ويعد نظام الحكم في بريطانيا نظاما ملكيا دستوريا اتحاديا تحت سلطة حكومة برلمانية موحدة المزيد عن نظام الحكم البريطاني في العرض التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حثت أحزابنا من مختلف أطياف المشهد السياسي الفرنسي حثت الناخبين على المشاركة بقوة في تصويت يوم الأحد المقبل للتأثير بفعالية على النتيجة في الجولة الثانية من الانتخابات في وقت أشرت فيه استطلاعات رأيه إلى أن اليمين سيحصل على أكبر نسبة من الأصوات لكنه لن يصل إلى حد الفوز بأغلبية مطلقة هذا وتصدر حزب الجبهة الوطنية اليميني الذي تنتمي له السياسية البارزة مارين لوبان أول جولة من الانتخابات البرلمانية بحصوله على ثلث الأصوات مما زاد احتمال قيادة اليمين المتشكك في الاتحاد الأوروبي وكذل مناهض للهجرة للحكومة الفرنسية للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية يواصل الإيرانيون التصويت في الجولة الثانية بالانتخابات الرئاسية وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات المبكرة في دورتها الرابعة عشر بين مرشحين اثنين وهما مسعود بازشكيان وسعيد جليلي جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية لاختيار رئيس للبلاد خلفا للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي قد في حادث تحطم مروحية في مايو الماضي هذه الجولة تجرى بين مرشحين اثنين وهما مسعود بازشكيان والمفاوض النووي السابق سعيد جليلي وفي الدورة الأولى التي جرت الإسبوع الماضي نال بازشكيان اثنين واربعين فاصل اربعة بالمئة من الأصوات في مقابل ثمانية وثلاثين فاصل ستة بالمئة لجليلي حيث تجرى الجولة الثانية بعد عدم حصولهما على نصف عدد الأصوات ذائد واحد بالجولة الأولى وبلغت نسبة الإقبال في الدورة الأولى نحو أربعين بالمئة من أصل واحد وستين مليون ناخب في أدنى مستوى لها على الإطلاق منذ خمسة وأربعين عاما علما بأن نسبة المشاركة في التصويت كانت في ثمانينيات القرن الماضي وتسعيناته تناهز ثمانين بالمئة تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالبقاء في السباق الرئاسي رغم الأداء الضعيف له في مناظرة الأسبوع الماضي مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب واكتمع بايدن مع 24 من حكام الولايات الديمقراطيين وكذا رئيس بلدية واشنطن سواء عن بعد أو بالحضور الشخصي لطمأنتهم بأنه قادر على المضيف الترشحي لولاية جديدة بعد الأداء الباهد في المناظرة رغم أدائه الذي وصفه كثيرون بالضعيف في مناظرة الأسبوع الماضي أمام منافسه الجمهورية تعهد رئيس الأمريكي جو بايدن بالبقاء في السباق الرئاسي لعام 2024 وفي اجتماعات مع نواب ديمقراطيين وحكام الولايات أثر بايدن على أنه لائق لترشح لفترة جديدة وحف أنصره على المساهمة المالية للمساعدة في هزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقرر يجراؤها في الخامس من نوفمبر المقبل واجتمع بايدن مع 24 من حكام الولايات الديمقراطيين ورئيس بلدية واشنطن سواء عن بعد أو بالحضر الشخصي لطمأنتهم بأنه قادر على المضي في الترشح لولايات جديدة بعد الأداء الباهت في المناظرة التي فقدت تركيز في بعض أوقاتها وبعد فترة من المناظرة أشر استطلاعا للرأي على المستوى الوطني إلى أن فرص بايدن ضد ترامب الذي أطلق سلسلة من الأكاذيب خلال المناظرة قد تراجعت وأظهر استطلاعا لصحيفة وولستريت جورنال أن ترامب يتفوق على بايدن بهامش 48% إلى 42% بزيادة نقطة مئوية واحدة بينما وجد استطلاعا أجرته صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب تقدم على بايدن بثلاث نقطة مئوية إلى 49% مقابل 43% وبينما صلطت حملة بايدن الضوء على المجاح في جميع التبرعات من المنحين على المستوى القايدة الشعبية والتواصل مع منحين آخرين لسيطرة على الأضرار دعا أحد كبار المنحين في الحزب الديموقراطي بايدن إلى الانسحاب أعلنت تايوان رصد 36 طائرة حربية و6 سفن حربية صينية في محيط الجزيرة خلال الساعة الـ 24 الماضية ما دفع تايبيل لإرسال 62 طائرة عسكرية حول الجزيرة خلال الساعات الماضية ليصبح العدد الأعلى في يوم واحد خلال هذه السنة 75 عاما من حالة الخلاف الذي بدأ منذ انتهاء الخرب العالمية الثانية ولا يزال قائما بين الصين التي تعد من أكبر القوى الاقتصادية في العالم وتايوان أرائد عالميا في قطاع التكنولوجيا وصناعة الرقائق الإلكترونية ففي حلقة جديدة من مسلسل ضغوط المتزاهدة التي تمارسها بكين على تايبي أعلنت تايوان رصد 36 طائرة حربية صينية في محيط الجزيرة خلال الساعة الماضية يأتي ذلك بعد أيام مصادرة خفر السواحل الصيني قريبا تايوانيا للاشتماه بأنه كان يقوم بعملية صيدة بطريقة غير قانونية قبلة سواحل قوانشتو الصينية وعلى مقربة من جزر كنمن التيوانية من جانبها أكدت تايبي أن القريب كان يعمل في منطقة صيد تقليدي للجانبين وطلبت بالإفراج عنه فورا صعدت الصين ضغوطتها على تايبي في السنوات الأخيرة وأجرت منورة حول الجزيرة في عقب تنصيب رئيس الجديد لايت شينغ تي مهمه في الاشرين من مايو الماضي حيث تعتبره بكين انفصاليا خاصة بعد خطابه الذي تعهد فيه بالدفاع عن ديمقراطية في تايوان وحرية الجسيرة ومنذ تولي العيمة هم منصب حشدت الصين مرارا سفنا حربية وطائرات وجنودا وقذفات صواريخ في محاكاة لتطوخ الجسيرة اذ تعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها ستسترد حتى وإن تطلب الأمر استخدام القوة اشتركوا في القناة وفي الشأن الروسي علن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه أجرى محادثات بناءة مع رئيس الوزراء المجاري فيكتور أوربن الذي قام بزيارة مفاجئة لموسكو هذا وقال بوتين أنه أكد لرئيس الوزراء المجاري ضرورة أن تسحب أوكرانيا القوات من المناطق التي تطالب بها موسكو من أجل تسوية الصراع ومن جانبه أكد رئيس وزراء المجاري أنه سيعمل على استئناف الحوار من أجل وضع حد للحرب يعقد قادة حلف النيتو اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل في واشنطن حيث من المقدر أن يتعهد خلاله بمواصلة ضخ الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا بالمستويات الحالية لمدة عام آخر على الأقل ويتزامن اجتماع قادة الحلف الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام مع ذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس التحالف العسكرية فيما تحاول القوات الروسية تحقيق نجاحا على طول الجبهة الشرقية لأوكرانيا في السنة الثالثة من الحرب أعلنت ألمانيا وصول نظام الدفاع الجوي الثالث من طراز باتريوت إلى أوكرانيا لمساعدة البلاد على مواجهة القصف الروسي وقالت السفارة الألمانية في كييف أن الطاقم الأوكراني سيستخدم هذا النظام أكمل بنجاح التدريب المناسب في ألمانيا خلال الأشهر القليلة الماضية هذا وتطلب كييف بشكل عاجل من حلفائها الغربيين أنظمة دفاع جوي حديثة وجديدة لحماية نفسها من الضربة الروسية التي استهدفت العديد من محطات الطاقة وحتى المطارات العسكرية في الأشهر الأخيرة أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط كل الطائرات المسيرة التي أتقتها روسيا في هجوم خلال الليلة مؤكدة إسقاطت نتين وثلاثين مسيرة فوق سبع مناطق في المقابل أثدت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها دمرت خمسين مسيرة أوكرانية داخل الأراضي الروسية ومناطق أوكرانية تفيد موسكو بأنها ضمتها في خضم تصاعد التوترة والهجمات المتبادلة بين الجيشين روسي والأوكراني تواصل حرب المسيرة تصدر مشهد المواجهة بين الطرفين حيث لا تمر سعاد إلا ويعلن أحد الجانبين عن سقوط ضحايا أو اعتراض عشرة المسيرات المختلفة وزارة الدفاع الروسية أكدت أن قوتها دمرت مسيرات أوكرانية داخل الأراضي الروسية ومناطق سيطرت عليها القوة الروسية داخل أوكرانيا مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت المسيرات فوق ثلاث مناطق من جانبها أعلنت سلطات كريس نودار في جنوب غرب روسيا مقتل طفلة متأثرة بجراحية في المستشفى وإصابة خمسة آخرين في هجوم بمسيرة أوكرانية في أحدى مدن المنطقة وأكدت تدمير مبنى سكني من ثلاثة طوابق في الهكومة وإصابة محطة محلية للكهرباء في الهكومة في المقابل أفدت القوات الجوية الأوكرانية بإسقاط كل طائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا في هجوم خلال الليل حيث أوضح الجيش الأوكراني أنه أسقط أكثر من ثلاثين مسيرة فوق السبع مناطق بدورها قلت سلطات منطقة ميكولايفين الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكلت من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة بينما أوضح حاكم منطقة كييف أن القوات الجوية فعلت الدفاعات لإسقاط طائرات مسيرة أطلقتها روسيا خلال الساعة الماضية ومن الجو إلى بحر تستعر فيه خرب المسيرة بين الجيشين حيث قالت أوكرانيا أن أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية اضطر إلى إعادة تمركز جامعي سفنه الخربية في شبه جزيرة القرم إلى مواقع أخرى بسبب الهجمات التي شنتها القوة الأوكرانية على قاعدة سيفستابول بسفن مسيرة مع الحق أدرارا جسيمة بالقاعدة الروسية اقتصاديا تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يونيو وارتفع معدل البطالة إلى 4.1% مما يعزز قدرة مجلس الاحتياطي الاتحادي على السيطرة على تضخم دون دفع الاقتصاد إلى الركود هذا وظهر تقرير الوظائف الذي يصدره مكتب الأحصاء التابعة لوزارة العمل ويحظى بمتابعة وثيقة زيادة الوظائف غير الزراعية بواقع 206 ألاف الشهر الماضي وارتفع معدل البطالة إلى 4.1% من 10% الشهر الماضي من 4% في مايو الماضي ترجع الانتاج الصناعي في ألمانيا بشكل غير متوقع في مايو مما يزيد من الدلائل على أن قطاع الصناعات التحولية في أكبر اقتصادات أوروبا لن يتعافى في الأشهر المقبلة وقال مكتب الإحصاءات للتحادية أن الانتاج الصناعي انخفض في مايو 2.5% مقارنة بشهر السابق وأظهرت مقارنة على أساس ربع سنوي أن الانتاج في الفترة من مارس إلى مايو ظل مستقرا على نفس مستوى الأشهر الثلاثة السابقة وأظهرت بيانات أن طلبيات المصانع في ألمانيا ترجعت 1.6% في مايو مقارنة بأبريل مسجلة انخفاضها الخامس على التوالي كشفت بيانات بنك كوريا الجنوبية المركزي عن تسجيل البلاد أكبر فائض في الحساب الجاري في 32 شهرا في مايو الماضي على خلفية الزيادة الحادة بالفائض التجاري وزيادة توزيعات الأرباح وبلغ فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية 8.920.000.000 دولار في مايو الماضي ليصبح الأكبر منذ سبتمبر عام 2021 هذا وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بمقدار 11.1% على أساس سنوي إلى 58.950.000.000 دولار في مايو ترجمة نانسي قنقر درب الإعصار بريل أراضي المكسيكا بعدما أوقع سبعة قتلى في الكاريبي وفنزولا وأفد المركز الوطني للأعاصير في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية بأن الإعصار يترافق مع رياح تصل في حد الأقصى إلى 160 كيلو متر في الساعة عادت الحركة الجوية بمطار كاتانيا بعد توقف قصير بسبب ثوران بركان جبل إتنى أكبر بركان نشط في أوروبا الذي اكتسح رماده المجال الجوي هذا وتطلب الأمر تنظيف المدرج المغطى بالرمال لسمحه باستيناف الرحلات الجوية المغادرة من المطار ورياضيا يبدأ منتخب مصر الأولمبي معسكره بالقاهرة اليوم بستناء اللاعبين أحمد سيد زيزو ومحمد أنني الذين سينضم يوم الأحد المقبل قبل السفر إلى فرنسا يوم الثالث عشر من يوليو ألغاري لخوض مبارتين وديتين ضد أوكرانيا والعراق في مدينة بوردو ويلعب الفراعنة في الأولمبيات ضمن المجموعة الثالثة بجانب إسبانيا وأوزباكستان وجمهورية الدومينيكان وتتواصل الاستعدادات لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في العاصمة الفرنسية المزيد في التقرير التالي على قدم وساق تتواصل الاستعدادات لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 العاصمة الفرنسية كشفت عن مكان الألعاب الأولمبية في ساحة الكونكورد الشهيرة والتي ستستضيف التزلق في الشوارع والمتنزهات وسباق البي أم أكس الحر والكسر وكرة السلة 3X3 واستعدادا للانطلاق يوصل العمال وضع اللمسات الأخيرة على المنشأة المؤقتة التي تقع في الجزء السفلي من شراء شانزالزي مع إطلالة على بوردي إيفل ومضخف اللوفر والجمعية الوطنية الفرنسية لقد نظرنا إلى ما نحتاجه من حيث البنية التحتية طويلة المدى وكل شيء لم نحتاجه أو لم نتمكن من استغلاله بعد الألعاب تم تصوره كبنية تحتية مؤقتة كان هذا هو الحال بالنسبة للرياضات الحضرية خاصة لأنها بنية تحتية كبيرة بدأ من المناسب بالنسبة لنا أن نضعها في أماكن مميزة ورمزية للحصول على تأثير بصري وتجربة رياضية استثنائية قدر الإمكان واعتقد أننا هنا سنحقف هذين الهدفين وتم بناء الملعب على مدى ثمانية أشهر من قبل شركة تصميم وبناء حضايق أمريكية واستتوقعت أن يستقبل المكان 25 ألف متفرق يومياً خلال الألعاب جميع الهياكل المقامة سيتم إزالةها بعد الألعاب العلوبية ولكن من المقرر استخدامها مرة أخرى في أحداث أخرى حيث سيتم استخدام أحد الملعب في بطولة العالم للدراجات لعام 2027 كما من المقرر تركيب البنية التحتية لشوارع التزلج في موقع آخر بالقرب من باريس وقمة كروية من العيار الثقيل تجمع بين المنتخبين البرتغالي والفرنسي اليوم في الدور السادس عشر من كأس الأمم الأوروبية بألمانيا نتابع المزيد سوياً في التقرير التالي ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم لقاء القمة المرتقب ببطولة الأمم الأوروبية والذي يجمع اثنين من كبار القرة العجوز هما المنتخبان الفرنسي والبرتغالي منتخب البرتغال استطاع العبور إلى ربع نهائي اليورو بعد تخطيه سلوفانيا بصعوبة بركلات الترجيح عقب التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي ومن جهته بلغ المنتخب الفرنسي الدور ربع نهائي من كأس أوروبا بعد فوزه الصعب بهدف عكسي على بلجيكا وينحاز التاريخ للمنتخب الفرنسي حيث التقى المنتخبان ثمان وعشرين مرة حيث حققت ديوك الفوز خلال تسع عشرة مباراة مقابل ست فقط للبرتغال فيما حسم التعادل ثلاث مواجهات المواجهة المرتقبة تجمع بين قائدي المنتخبين الدون كريستيان رونالدو والفتى الذهبي مبابي بعد ظهورهم المتواضع في البطولة فظهر الفتى الفرنسي الذهبي مبابي وهو يرتدي قناعا لحماية أنفه المكسور منذ مباراة فريقه الافتتاحية في اليورو وأحرز حتى الآن هدفا واحدا فقط من ضربة جزاء أمام بولندا بينما أخفق رونالدو في هز الشباك ليسجل رقما قياسيا سلبيا في مسيرته حيث أنهى صاروخ مادردا لأول مرة دور المجموعات في بطولة كبرى سواء كأس عالم أو كأس أوروبا أو دور الأمم الأوروبية دون تهديف في ختم التاسعة تذكرة دائما بأبرزية عنوينها الرئيس السيسي يهنئ كيرستارمر بمناسبة حصول حزب العمال على الأغلبية في الانتخابات وتكليفه بتولي رئاسة الحكومة البريطانية مجلس أمناء الحوار الوطني يتابع غدا تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته ويطلق مرحلة جديدة عاجلة من الحوار وبوتن يطالب بانسحاب القوات الأوكرانية من المناطق التي تطالب بها موسكو من أجل إنهاء الحرب لمازل من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسرا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كيو أركود الظاهر على الشاشة شكرا لمتابعتكم كنا معكم أذاميلا رغضة بكر وأنا ألأ طاهر